اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من كوستريكا مجففة برضو طبعا دائما المجففة انت تهرب دائما من طعم الحموضة لان المعالجة بالغسيل ومعالجة العسلية دائما تبرز فيها الحموضة اكثر لكن المجففة ممكن تكون موزونة ما بين الحموضة والمرارة وهذا شيء ممكن يرغب الكثير طبعا الكوستريكا او محاصيل الكوستريكا بشكل عام تنفع اكتر شيء للتقطير لكن طبعا تنفع برضو اسبرسو وخلينا نجربها مع بعض كاسبرسو تمام طبعا ليش اخترت اني ابدأ في محصول سويل بحكم ان تاريخ الحمص هنا جديد في خمسة اوغست فشوية يبغالها وقت الين يعني تقريبا يبغالها من 8 ايام الى 10 ايام حتى نستخدم المحصول فعشان كذا الافضل انه يبقى تمام ونستخدم الكستريكا وطبيعي طبعا لما نجي نفتح الكيس الجديد لابد ان ننظف المطحنة وننظف المكينة عشان تكون قهوتنا نظيفة وناخذ الطعم المفروض يطلع من نفس نوع البن لابد من تنظيف المطحنة وطبعا زي ما عودتكم على كل اسبوع كل سبت انظف المطحنة ونظف المكينة عشان بالنهاية نبدأ بمحصول جديد وناخذ الطعم المفروض انه يطلع من المحصول نقول بسم الله طيب من اول الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الكثير انه ما ينظف المطحنة بشكل دوري حتى لو ما فتحت كيس جديد واستمريت على الكيس لمدة اسبوعين فالافضل دائما انه كل اسبوع تنظف المطحنة لانه فيها بواقي بن بالشكل هذا تمام تأثر على الطعم على المدى البعيد او خلال اسبوع تأثر على الطعم فتصير يصير طعم القهوة فيه طعم حراقي لانه يعتبر البن هذا يعتبر فاسد فدائما افضل لابد كل اسبوع غيرت البن او ما غيرته لابد انك تنظف المطحنة نقول بسم الله طيب والخطأ الثاني اللي يتجاهل الكثير برضو اللي هو عدم نظافة الشورسكرين ولا نظافة عاصة تبخير ونظافة المكينة بشكل عام طبعا عاصة تبخير لابد انك تتأكد دائما انك تمسحها بقطعة فيها موية حارة عشان تتعقم لان الحليب لو بقى بعد فترة يكلس تمام وتخرب القطع البلاستيك ولو انت العصة تبخير ستيل فبرضو هالشي هذا يسوي اكسدة فممكن تسبب تسمم دائما تأكد ان الفتحة بفعل الحليب ما نسدت تمام وتفك عصة التبخير هذي ترجى القطعة هذي البلاستيك او الجلدة تفكها وتنظفها دائما لانه دائما يصير فيه راجع للحليب في المنطقة هذي بعد فترة تلقى تكلس في المنطقة هذي وتفك الشورسكرين كل اسبوع وبعد كل استخلاص تنظف الشورسكرين عشان ما يتجمع عليه زيوت لو تجمعت الزيوت ممكن يفك معك البورتفلتر وهذا شي مرة خطير فلابد الحفاظ على نظافة الشورسكرين بعد كل استخلاص ولا فكيت الشورسكرين كل اسبوع نظفها عشان بالنهاية ما يتجمع حبات البن وتصير تسد عليك الفتحات يصير الاستخلاص او دفع الموية او تدفق الموية يختلف عليك وتقول ليش استخلاصي اختلف علي تمام خلينا نفكها مع بعض على اني كل اسبوع نظفها لكن لاحظوا معاي تجمع البن في المنطقة هذي بعد فترة تنسد الفتحات هذي فيصير تدفق الموية يختلف عليك فافضل انك كل اسبوع حفاظا على المكينة واي مكينة الكلام هذي ينطبق على كل المكين ليس مكينة واحدة انك تفكي الشورسكرين وتنظفه وبشكل يومي تنظف الشورسكرين من تحت او القروب هد نفسه عشان بالنهاية ما تتجمع الزيوت طبعا البعض يعاني من نقطة ان الجلدة هذي ما تطلع معها وقت تنظيف الشورسكرين طبعا السبب بحكم انه تجمع كمية زيوت من القهوة فتنشب في القروب هد فلابد انك تطلعها وتنظفها عشان بالنهاية تضمن ان كل شيء من اجزاء المكينة نظيف طبعا تركيبها السنة هذي تمام السنة هذي رح تركب في القروب اللي موجود في الجلدة نفسها عشان لما تجي تركبها وترجع تركبها تركب بالشكل هذا فتكون عازلة انه تطلع الموية من حواف الشورسكرين نفسه والآن بعد ما نظفنا العصر تبخير رجعها مكانها بالشكل هذا تمام وننزل القطعة اللي هي اصلا تمزك عصد تبخير عشان ما يطيح عليك او ينفجر عليك وقت التبخير بالشكل هذا شوي شوي ممكن عود اسنان افضل عشان بالنهاية ما تنقطع خلاص تركب في القروب اللي تحت بالشكل هذا من كل ركبناها تصير ثابتة ما تنفجر عليك وقت التبخير طبعا الأخطاء الشائعة في انفجارها مذكورة في قناتي في اليوتيوب بالتفصيل فمن راح ادخل فيها في التفصيل بشكل عام والآن بعد ما خلصنا تنظيف المكينة تنظيف الشورسكرين تنظيف المطحنة بكذا نتأكد انحنا ممكن نبدأ بداية جميلة في معايرة طحنة الكيس هذا او البن هذا طبعا برضو نظافة الأدوات دائما ضرورية جدا نظافتش البورتفلتر دائما بعد كل استخلاص تغسلها بموية واليد الخشب هذي تنفك عادي وتنظف نفس الباسكت مع البورتفلتر فهذا شي ضروري عشان ما تتجمع الزيوت تنسد الفتحات وبنفس الوقت تصير عندك مشاكل في الاستخلاص الأدوات برضو التامبر والموزع لابد انك تنظفها خلينا نشوف مع بعض الآن درجة الحمص طبعا محمصة سويل دائما تثني الكيس بحيث ان اتفر من الهوى فلو حبيت انك تشم رائحة البن ممكن تشمها بالطريقة هذي لكن بحكم انه ما في هوا نهائي فلا بد انك تفتح الكيس يعني عشان تشم الرائحة طبعا من الاخطاء ان الواحد يحط الكيس كمستخدم منزلي يحط كيس البن كامل في الهوبر تمام ويخليه الى ان يخلص المحصول احسن مكان تحفظ فيه حبات البن اللي هو الكيس حقها تمام كل ما خلصت استخدام قفل الكيس وفرغ الهوى اكبس على الكيس عشان تطلع من بلف التفريغ تمام هذا البلف يسمح للهوى ان يطلع لكن ما يسمح ان يدخل عشان كذا افضل مكان انك تحفظه في الكيس الخاص فيه وبنفس الوقت تخليه في مكان جاف بعيد عن رطوبة بعيد عن اشات الشمس المباشرة وفي مكان بارد برودة الغرفة لان الحرارة تقتل البن فالافضل دائما لما تجي تستخدم البن اذا خلصت تسكر تاخذ الكمية اللي ان تحتاجها وتسكر الكيس تفرغ الهوى وباذن الله انه راح يبقى بنفس الطعن طبعا الان ممكن يجيني سؤال انه والله وش اختار محصول انصح دين محصول كل القهاوة المختصة بشكل عام حلوة جميلة كل محصول له طابع مميز ويميز بنفسه وكل منطقة كوستاريكا او اثيوبيا او كولومبيا او البرازيل كلها مميزة تمام لكن انت اللي عليك تختاره هل تحبذ الحموضة هل تحبذ ان يكون فيه نسبة من المرارة هل تحبذ ان يكون مجفف او مخصول او معالجة عسلية لاحظ الايحاءات الايحاءات ممكن ما تحس فيها انت كمتذوق لكن ممكن تشم روائح معينة تمام دائما يهمك انك انت تعرف انه مخصص الاسبرسو اذا انت راح تشرب اسبرسو لكن اهم نقطة في الاختيار لما تجي تختار اي محصول تاريخ الحمص تاريخ الحمص هو اهم شي ممكن انت تركز عليه لانه بالنهاية لو انت شريته وهو معدي عليه شهرين ورح تفتح الكيس وتستخدمه خلال اسبوع اسبوعين فالنقطة هذه جدا مهمة انك انت عارف ان اجواءنا حارة فالاجواء الحارة صعب جدا ان يعيش البن معك فترة طويلة فعشان كده دائما حاول تختار ما بين شهر الى شهر ونص كحد اقصى من تاريخ الحمص بعد كده ما افضل انك تشتري البن فلما تشتري البن عن طريق موقع او عن طريق محلات فالافضل انك انت دائما تشيك هذا الاهم ممكن تجرب اي نوع من البن عادي المحامس كثيرة والمحاصيل كثيرة لكن اهم نقطة انك تركز على تاريخ الحمص هذا مضى عليه شهر تقريبا او اقل من شهر فهذا افضل طبعا اللي كان اللي هي البرازيلية فازيندا من محمصة كيرف كانت تقريبا لسه جديدة فالافضل انها ترتاح بعد الحمص ورح نستخدم البن هذا ان شاء الله ما شاء الله الحبات كبيرة والريحة جميلة ودرجة الحمص موحدة وجميلة برضو ومن اعظم الاخطاء اللي يطيح فيها الكثير انه يعتقد انه اذا استخلص وطلعت لكريمة فمعناتها استخلاصة كويس وهذا هو الطعم اللي المفروض انه يوصله غير صحيح الكلام هذا انت لما توصل لكريمة فهذا يعني جودة البن فقط وليس ان انت وصلت لاستخلاص مثالي اللي ما يستخدم ميزان ولا عنده مطحنة مستحيل يوصل لاستخلاص مثالي مستحيل يوصل لطعم قهوة فعليا الانتجاز تشربه الآن هو عبارة عن اغسال قهوة فقط لا غير طبعا الكثير يعاني برضو من نفس النقطة انه انا مثلا اشتري مطحون تطلع سودا شي طبيعي لانك انت ما عايرت الطحنة على تدفق الماء اللي عندك لانه لكل نوع بن طحنة خاصة ولكل مكينة تدفق ماء خاصة فعشان كده الواحد لازم يعاير على المكينة اللي عنده طب كيف يعاير الآن رح نشرح تمام لكن لابد من وجود ميزان وطبعا نحن رح نتعامل مع المكشوف ما رح نتعامل مع المضوط تمام المكشوف عبارة عن ايش الباسكت نفسه يعني ما هو بالضرورة ان يكون من تحت مفتوح زي بالطريقة هذه عادي لو كان مقفل لكن الباسكت هي فتحات واحدة فقط انت تشوف من يعني من خلال الفتحات فمعناتها انه طبقة واحدة فهذا يسمى مكشوف تمام مبدأ انك انت تعاير الطحنة هذا شي ضروري لما تفتح الكيس ممكن تخسر مرة مرتين تلاتة الى انت وصل لدرجة مناسبة ديك الساعة انت تستمتع في قهوتك وبنفس الوقت تاخذ الطعم المفروض يطلع اما فكرة انك انت تستخلص من غير ما توزن من غير ما تستخدم الميزان من غير ما تمشي على القاعدة فانت بالنهاية جالس تشرب اغسال القهوة وليس قهوة نقول بسم الله وناخذ الكمية المطلوبة ونشوف مع بعض طيب والان خذيت انا كمية 19 جرام لانه رح يصير فيه كسر في البن فشي طبيعي انه اخسر واحد جرام خلال الطحن لكن لو نزلت لك الكمية بعد الطحن اقل من 18 جرام فاعرف انك انت لازم تضرب المطحنة او تميلها عشان تنزلك باقي البن المنحشر فانحشار البن هذا شي طبيعي في اغلب المطاحن فلابد انك انت تزود واحد جرام في المرة الاولى فقط بعد النظافة لانه رح يصير فيه كسر البن رح يدخل داخل المطحنة ما رح تقدر الطلعة لكن الكمية لابد انها تنزل كامل اللي هي 18 جرام واكيد كالعادة عشان نخفف من انحشار البن وبنفس الوقت نخفف من الكهرباء الساكنة نستخدم بختين موية بختين موية حلوة تمام عشان بالنهاية اتحاشى نقطة الكهرباء الساكنة اللي تخلي البن يتناثر ويلصق داخل المطحنة وعلى البرتفلتر وعلى الركم فبالنهاية عدوه بختين موية عشان اتحاشى النقطة هذه ومن الاخطاء برضو ان الواحد ما يتأكد من الوزن بعده الطحن لانك انت جالس تعاير الطحنة عشان تعرف رقم الطحنة المناسب لنوع البن على المطحون وليس على الحب يعني انت اذا خذيت 19 او 18 جرام وطحنتها وما تأكد من الوزن ممكن ينزلك من المطحنة 16 جرام وانت ما تدري فلازم انك انت دائما تثبت الكمية في وقت التحضير خاصة في المعايرة تمام انك توصل للدرجة المناسبة انك انت توزن بعد الطحن وهذا الاهم طبعا نصفر الميزان وناخذ البورتفلتر للمطحنة نطحن فناخذ الوزن الخاص بالبن فقط بدون وزن البورتفلتر والرينج طبعا المطحنة اللي عندي هي مطحنة اريتي طبعا سيف غالوري برضو طلع نفس الشكل نفس الاداء نفس الميكانيزم كامل لكن بمسمى اديسون اللي هي اديسون اكسبرس فلو انت مثلا شخص ما شريت مطحنة ممكن تشتري اريتي او اديسون اكسبرس تمام لان سعرها مناسب تقريبا 300 ريال وتعديلها برضو كويس يعني منطقي شوي صح انه صعبش في البداية لكن يسهل عليك طبعا الدرجات هذه هي درجات وقت فقط ان كم تجلس المطحنة شغالة وبنفس الوقت درجات الطحنة تكون من يمين المطحنة فانت تتحكم راح اطحن الان على انعم درجة عندي عشان اجرب هل الاستخلاص عندي ممكن يعني ينزل ببطء او سريح حسب الوقت اللي حسب القاعدة قاعدة الاستخلاص وهذا الوزن اللي طلع لي بعد ما انا ميلت المطحنة وضربت العنق عشان ينزلي باقي البن فطلع لي من اصل 19-18.3 ورح استخلص على الاساس هذا تمام لكن قبل الاستخلاص خلينا نفك التكتلات ونوزع ونكبس خلينا نشوف مع بعض ايش هي عبارة عن ايش التكتلات وايش تسبب هذه هي التكتلات انها تتكتل حبات البن على بعض تمام فتسبب لما تجي توزع وتكبس تسبب زي المسارات زي الفراغات بين حبات البن فتنزل الموية منها وتنفر بشكل غريب من المكشوف ورح تلاحظها طبعا المكشوف ميس لانه يبين لك عيوب الطحن يبين لك عيوب التوزيع والكبس والتكتلات فتنفر معاك تطلع برا الكوب تمام وهذا الشي اكبر غلط انك انت ما تفك التكتلات حتى لو كانت المطحنة عندك جدا غالية التكتلات يعني شي طبيعي انها تطلع بحكم حرارة المطحنة او التروس لما تطحن فتولد حرارة فالحرارة هذه تجمع الرطوبة اللي في الجو فتصير حبات البن تتلاصق غير انه اصلا حبات البن فيها زيوت فلابد انك انت تاخذ وقتك في فك التكتلات تمام باي اداة طبعا مش بك شعر عود ازنان اللي يودك بالنهاية لابد انك تتأكد مليون في المية ان حبات البن تفككت وبقت كل الحبات نفس الاحجام تقريبا او نفس التكتل طيب الان انا كملت برضو في فك التكتلات عشان اتأكد مليون في المية انه ما في اي تكتلات ونفس الوقت البن تقريبا متوزع في اغلب الباسكت تمام الشكل هذا بعد ما اخلص اضرب البورت فلتر واسفع الزعاج اضربه بالشكل هذا تمام ووزعه بشكل خفيف كده باصبعي بدون ما اضغط بحيث انه بس يتوزع على السطح عشان بالنهاية ما يتناثر عليه البن لما استخدم الموزع اخذها لفتين ثلاثة عكس اقارب الساعة ومع اقارب الساعة تمام والان لما نجي نكبس الطريقة هذي حطينا التامبر نكبس الى ان ينزل مستوى البن ونحس انه خلاص معت فيه مجال انه ينزل اكثر ما هو لازم انه يلف يميني سار لكن بس مجرد انه خلصت الفه كده لفه بسيطه وشيله طبعا في نقطة دايما يقع فيها البعض انه يجي يضرب التامبر في البورت فلتر عشان تنزل حبات البن اللي لاسقه على جدار الباسكت وهذا اكبر غلط لان هالشي هذا يسبب كراك يسبب شرخ في الكيكة تمام وممكن تنزل الموية بشكل سريع ونفس الوقت تسحب التامبر بشكل سريع يصير عندك شفت برضو للكيكة فيصير عندك مسافة بين جدار الباسكت وبين الكيكة فتصير تنزل الموية من اسرع نقطة هنا خلينا نجرب الان هل الطحنة مناسبة او لا طيب معلومة سريعة بس الان هذه مكينة اسبرسو يعني المفترض انها تطلع لك اسبرسو او انت اللي تحضر فيها تحضر فيها مشروبات الاسبرسو تمام يعني ما ينفع انك تحط فيها قهوة عربية او خلنا نقول طحنت قهوة عربية ممكن تحط فيها قهوة محموصة حمصة عربية تمام اللي هي فاتحة مرة او ممكن تحط فيها قهوة تركية لكن حمصة تركية لكن الطحنة ما ينفع انك تحطها كقهوة تركية لان القهوة تركية معروفة انها نعمة جدا 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 فعشان كذا تختنق المكينة لان المكينة تتعامل بفعل الضغط انها تضغط الموية على القهوة فاذا كانت نعمة جدا رح تصير سد ما في مجال للموية تنزل فعشان كذا الواحد يعاير الطحنة اللي يوصل لطحنة اسبرسو كيف يعايرها انه يختار يقول المكينة انا ابغى 36 ملي وخلنا يصير يشوف الضغط كيف يتعامل مع الكيكة كيف يتعامل مع الطحنة اذا كان النزول في خلال 25 ثانية الى 30 ثانية فانت في السليم وصلت لطحنة اسبرسو اذا كان اكثر من 30 ثانية وتعدى 35 ثانية فمعناتها ايش معناتها ان الطحنة طحنة تركية فما تنفع حتى لو كانت الحمصة حمصة قهوة تركية او قهوة مختصة فالنقطة هذه جدا مهمة بدون المعايرة هذه انت ما رح توصل لاسبريسو رح توصل لمشروب اخر رح توصل لاقصال قهوة او رح توصل لزيوت القهوة والتي هي تبرز المرارة بشكل خرافي اذا كان بطيء جدا ففكرة انك انت تختار ممكن تاخد ستارباكس ممكن تاخد دانكن على راحتك بالنهاية انت عارف ان ستارباكس ودانكن عبارة قهوة تجارية وليست مختصة لكن انت توا توصل لاسبريسو سليم لازم تتبع قايدة انه بالنهاية تاخد قهوة مختصة محموصة حمصة ميديم او متوسط تمام وكلها طبعا القهوة المختصة اللي صالحة للاسبريسو يحمصونها حمصة متوسطة زي ما شفت اللون قبل شوي وبنفس الوقت تعاير الطحنة بالميزان بدون ميزان ما تقدر تعاير الطحنة بالنظر ما ينفع في بعض الناس تقول والله طحنتي ناعمة يعني انا شوف ان الطحنتي ناعمة كويسة واستخلاصي حلو لما ادخل معهم في التفاصيل احصل ان الطحنة يعني خشنة بفعل الاستخلاص الكلمة طحنتي ناعمة انت ما تقدر تشوف الطحنة بعينك بالعين المجردة انت تتكلم عن درجات الماكرو والمايكرو دقيقة جدا الدرجات هذه غير عدم تناسق الطحنة هذا شي ثاني ففكرة انك انت تشوف بصريا انه والله الطحنة ناعمة هذا غير صحيح المفترض انك انت تستخلص تكون عملية يعني الوزن وتثبيت الوزن وتثبيت التحضير في الادوات انك توزع بشكل سليم وتكبس بشكل سليم هذه كلها ثابتة عشان بالنهاية توصل فعلا لاستخلاص مثالي عشان تشوف هل الضغط رح يوصل تسعة بار او انه رح يكون اقل من تسعة بار متى يكون اقل من تسعة بار لما تكون الطحنة خشنة فيكون النزول سريع فالمضخة ما تضغط على تسعة بار تضغط على اقل من تسعة بار لانها شايفة تدفق عالي اختلاف تدفق الموية يختلف بالطحنة شلون تدفق الموية يختلف بالطحنة؟ انه كمية الموية في كل مرة انت تعير فيها الطحنة لازم انت تختار كمية الموية تبقى ضغط على الدبل شت الى انت نزلك الكمية ليش؟ لأن مع اختلاف الطحنة تختلف تدفق الموية لأن المكينة تتعامل بالضغط زي ما ذكرنا فهي تضغط فيها حساس يضغط الموية المضخة تضغط الموية على الكيكة فبالطريقة هذه أنت تعاير أن أبغى كمية 136 ملي في الوقت معين فأقوم أخش وأنعمل في الطحنة إلى أن أوصل للوقت المثالي هذا عشان أقول والله هذه هي الطحنة المناسبة وهذه هي طحنة الاسبرسو خلينا نبدأ نقول بسم الله طبعا تركيز عيني دائما على الكمية وعلى أول قطرة رح أبقى ضغط على الدبل شت عشان يحدد لي كمية الموية والشيء هذا ينطبق على كل المكين ترى ما هو على مكينة معينة فرح أبقى ضغط على الدبل شت عشان أنا اللي أقول المكينة أنا أبغى هالكمية هذه لما أخلص من الكمية اللي أحتاجها أشيل يدي فيصير في المرة الجاية لما أنا خلاص أوصل لطحنة مناسبة أصير الآطة طهطة واحدة بس تنزلي نفس الكمية في كل مرة نقول بسم الله طبعا تركيز عيني دائما على أول قطرة عشان أشغل التايمر نزلت أول قطرة نقول بسم الله وقفت المكينة لأن الطحنة جدا نعمة والاستخلاص رح يكون بطيء جدا تمام عشان كده وقفت المكينة صار الضغط أعلى من 15 بار طيب والآن بحكم أن الطحنة الأولى طلعت نعمة زيادة اللزوم فرح نستخلص مرة ثانية طبعا طحنت بالضبط 18.3 وخشنتها طبعا درجة تمام رحت الدرجة أعلى درجات المطحنة كل ما قلت يعني من واحد تعتبر نعمة إلين 13 أو 15 حسب المطحنة تعتبر خشنة فالآن خلنا نستخلص مرة ثانية ونشوف مع بعض رح نختار كمية الموية مرة ثانية بحكم أنه زي ما ذكرنا اختلاف الضغط يختلف معه اللي هو كمية الموية اللي نازله فلابد أنك أنت تعاير طبعا المكين هذي أكثر من مرة ذكرت أنها ما فيها ميزة شفط الموية يعني تدفق الماء يبقى مستمر حتى لما توقف استخلاص فالأفضل دائما أنك إذا أنت حبيت أنك تأخذ 36 ملي فرح تأخذها 28 ملي وبعدها توقف استخلاص توقف التايم فبالطريقة هذه تبدأ تقطر إلى أن توصل 36 ملي نقول بسم الله أول قطرة انزلت تشغل التايمير تركيز عيني دائما على الكمية فأوصل 37 في وقت 26 ثانية وبكذا أنا وصلت لاستخلاص مثالي لنوع البن هذا وعرفت الطحنة للمفروض أني أطحن إلينا خلص الكيس وبالطريقة هذه المرة الجاية لما أجي أستخلص مجرد ضغطة زر فقط راح تنزلي نفس الكمية تحديدا تمام؟ وهذا طبعا شكل الكريمة زي ما اتفقنا أن الكريمة وجودها هي جودة البن وليس أن الاستخلاص مثالي لكن بحكم أننا حن وصلنا الاستخلاص مثالي كتوقيت فبرضو راح نتأكد من الطعم بسم الله ما شاء الله رائعة جميلة الله طيب الآن بعد ما وصلنا لدرجة الطحنة المناسب لنوع البن هذا لنفرض أنت ذائقة محقتك صعبة يعني صعب جدا في التذوق تمام؟ يعني تتحسس كثير مثلا من طعم المرارة أو الحموضة فايش المفروض تسوي في الحالة هذه لو أنت مثلا وصلت لاستخلاص مثالي لكن الطعم ما عجبك أباك تتأكد من عدة نقاط قبل لا تحكم أن الاستخلاص المثالي يكون سيء أو طعم البن يكون سيء تأكد دائما أن الكبس يكون عندك سليم والتوزيع سليم لأن ممكن في كل الحالات أنها تنزل القهوة باستخلاص مثالي في وقت مثالي اللي هو نزول الموية تمام؟ يكون ببطء بحيث أنه يوصل ما بين 25 ثانية إلى 30 ثانية أوكي هذه أول نقطة إذا أنت كنت متأكد منها تمام؟ فحاول تلعب بالمعايير يعني مثلا اعتبر أن القهوة هذه عبارة عن موية وسكر فقط حسيت والله في مرارة لسه موسط للسكر اللي أنت بي زيد سكر شلون تزيد؟ يعني بدل ما تستخلص 18 جرام استخلص 19 جرام ونزلها نفس الكمية 36 ملي حبيت تزيد المرارة عشان تنوزن أكثر ما بين الحموضة لو كان مثلا البن معلشته مخصولة فتقوم تزيد الكمية لنفرض 19 جرام تمام؟ وتقلل من كمية الاستخلاص اللي هي تصير بدل 36 مثلا لنفرض 30 ملي فعند جالس تزود من كمية القهوة مقابل أنك تقلل كمية الماء فهذا اللي رح يبرز معاك المرارة اللي مثلا ممكن أن تحبها أكثر من الحموضة أو أنه يكون الموضوع موزون ما بين الحموضة والمرارة فالنقاط هذه أنت حر فيها بما أنك أنت امتلكت مكينة منزلية فلك الحرية أنك أنت تسوي الوصفة اللي تخصك أنت بالنهاية واللي تعجبك ولا تقول يوم من الأيام أن البن هذا سيء ولا البن هذا غير مع جبني ممكن أجرب نوع ثاني دائما أبدا استخلص عدة مرات اللي توصل لمعايرة سليمة لما تتعود على المطحنة حقتك لما تتعود على المكينة حقتك رح تعرف كيف توصل لوصفة مناسبة لكل نوع بن حتى لو خسرت مرة مرتين ثلاثة يعني الحمد لله اليوم خسرنا بس استخلاص واحد الثاني الحمد لله طلع مثالي وكان طعم مقبول بالنسبة لي ممكن ما يكون بالنسبة لك مقبول علما أن أنا مشيت على نفس قاعدة الاستخلاصي للمفروض أنه يوصل هالواحد وفعلا خذيت الطعم للمفروض أنه يطلع واللي هو متزم ما بين الحموضة والمرارة ما حسيت أنه في مرارة مزعجة ولا في آخر الحلق ولا حسيت أنه في حموضة تضايق الواحد وتبقى في الفم بعد الشرب وهذا يعني اللي هي الحموضة هذه اللي تحسها لما تشرب شيء مرة حامض فتحس أنه في فمك كامل في حموضة تمام هذه الحموضة المزعجة لكن في حموضة مقبولة وفي مرارة مقبولة وهي مرارة القهوة وفي معلومة أخيرة ودي أختم فيها هذا الفيديو إن شاء الله اللي هي المشروبات العالمية المتفقة عليها اللي هي مثلا الفلات وايت كورتادو لاتي كابوتشينو النقاط هذه كلها طبعا متعارف عليه أنه أو دعنا نقول في الكافيات لو تروح تسأل في أي كافي تقولها كم نسبة الفوم في الفلات وايت ممكن يقولك توصل إلى الزيرو فوم يعني اللي هي نسبة طبقة طبقة الفوم هذه تكون زيرو مرة قليلة عشان كده في بعض الرسومات في الفلات وايت ما تنفع لأنه بالنهاية أنت تحتاج إلى فوم لاتي عشان كده سموه لاتي أرت فالنقطة هذه أنت مش شرط أنك تلتزم فيها يعني أنا مثلا في بيتي أو خلنا نقول على المكينة حقتي لإني أنا اللي أحضر القهوة لنفسي فبالنهاية أنا استخدم كوب كابوتشينو لكن فوم فوم لاتي فهذه النسبة هذه دمنا أعجبتك أنت خلاص أعجبك الطعم فيه اتزان ما بين الحليب وما بين القهوة وبنفس الوقت فيه اتزان في الرسمة مثلا في حجم الكوب أنت مرتاح عليه وأفضل دائما الأكواب اللي فوهتها عريضة عشان بالنهاية الواحد ياخذ راحته في الرسم فالنقطة هذه أنت حر فيها لما أنت تشوف الأشياء المتفق عليها عالميا تمام وتقول والله كوب اللاتي هو 280 ملي تمام المفروض أنها نسبة القهوة اللي هي 36 أو 40 ملي أو 30 ملي تمام حسب الوصفة وباقي الكمية حليب والفوم نسبته كذا تمام لكن بالنهاية أنت مستخدم منزلي أنت تمتلك المكينة أنت اللي تسوي الشيء اللي أنت ترغب فيه ما هو بالبرورة أنك تلتزم في الأشياء اللي هم يقولونها لكن التزم بالقواعد اللي تمشيك للطريقة السليمة عشان بالنهاية توصل فعلا لمشروب وما تخسر فلوسك على بن مختص وغالي وبالنهاية تقولوا والله ما عجبني وإن شاء الله يربي أني آفدتكم بإذن الله ولا تنسوني من دعاكم والله يسعدكم ويوفقكم يا رب شكرا لكم وليستماعكم شكرا لكم